السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب بكم في وانات ميسر محمد علي اليوم حانشرة عطل CH09 العطل بيظهر معك في مكيفات ال HG اول حاجة انا انصح اخواني انه ننزل التطبيق ده اللي هو HVAC LG اللي هو موضح عليه كل الاعطال وكل الاقواد والطريقة بتاعة الحل فانت بتنزل التطبيق وبتسجل فيه او تسجل كضيف وما عليك الا تكتب الرغم المكتوب مع CH اولك او رغم الكود 09 ده العطل اللي عندنا اليوم وندخل في التفاصيل بتاعة العطل وبيديك زي ما شايفين كل الخطوات الموضحة في العطل باسبابه وزي ما شايفين هنا استبدال بي سي بورد استبدال المايكرو بروسسر بقول لك في في فصل بين الوحدة والمايكرو بروسسر زي ما شايفين في الصور الصغير ده هو ده المايكرو بروسسر طبعا ده بيكون موجود لي حاله طبعا الوحدة الشغالين عليها وحدة مكيف الجي بكج عشرة طن الجي بكج عشرة طن شايف بيكون لك كل الاحطال وحتى بالصورة وبعد تفتح التطبيق ده حتى الصور ده بتلاقيها عندك في اللوحة الالكترونية الموجودة في المكيف وبتبدأ تشتغل عليها يعني حسب المخطط المخطط لك عدد الاخطاء الموجودة زي ما شايفين طبعا طلعنا للوحدة الفوق في السطح وهنا بالضبط نفس الطريقة وجدنا هو الحاجة نضم نأمن الكهرباء نفصل الكهرباء واحيانا لازم تكون متأكد من انك تفاصلت الكهرباء واحيانا تكون في كبسترات شاحنة كهرباء خليها تتفرغ زي ما شايفين الارور ظاهر معانا شايفين الليد الأحمر ده مضوي عامل النارة معنات فيه ارور طيب نحن نبدأ اول حاجة نستبدل المايكرو بروسسور ده اللي هو موجود في النقطة دي فهو العطل ده بيصهر معك في حالتين زي ما موضح ليك في المخطط الموجود في التطبيق يعني اما عطل في اللوحة الالكترونية كاملة او عطل في المايكرو بروسسور ده فإذا يمكنك تستبدل اللوحة الالكترونية كاملة من غير ما تستبدل المايكرو بروسسور وبيشتغل معك ثاني عادي المقيف زي ما شايفين انه طلحت المايكرو بروسسر من الوحدة بس للأسف انك ما حتقدر تشتري او سبير مايكرو بروسسر اللي حاله عشان كده اتا مضطر انك اتا تشتري اللوحة كاملة طبعا ده مايكرو بروسسر انا جبت من مكيف نفس الماركة وهو موجود جنبه زي ما شايفين ده المايكرو بروسسر مجرد ما غيرت المكيف المكيف اشتغل معاي تمام اتمنى ان شاء الله تكون الرسالة وصلت ليكم ترجمة نانسي قنقر